بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا عزائي الطلاب والطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نحل اختبار الفصل الرابع والاختبار التراكمي في كل زوج مما يأتي حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا كيف نحدد هل تمثل الدالة دالة عكسية للأخرى أم لا لما يكون عندي دالتين كيف نتأكد طبعا ممكن أني أجيب الدالة العكسية للدالة الأولى والدالة العكسية للدالة الثانية إذا جبت الدالة العكسية للدالة الأولى ونتجت الدالة الثانية وجبت الدالة العكسية للدالة الثانية ونتجت الدالة الأولى إذن هما عكسيتان لبعض لكن في الطريقة تعرفنا عليها اللي هي إننا نستعمل التركيب يعني رح نوجد F تركيب G of X لازم يساوي G تركيب F of X لازم يساوي الدالة المحايدة اللي هي X نسمي الدالة المحايدة لأنه لما نعوب عن X هنا بأي قيمة رح يطلع لي نفس القيمة ما في إضافة واحد ولا اثنين ولا تربيع ولا أي شيء طيب نبدأ الآن F تركيب G of X يساوي اللي هي F of J of X اللي هي تساوي F of أين G of X؟ X ناقص ثمانية على ثلاثة يعني نذهب لـ F نعوض عن كل X بـ J اللي هي تكون عندي ثلاثة الـ X أشيلها وحط بدالها هذه القيمة كاملة اللي هي ثلاثة ناقص ثمانية على X ناقص X ناقص ثمانية على ثلاثة طبعا أنا شلت X وحطيت بدالها G تبقى طبعا زائد ثمانية ما ننساها زائد ثمانية يساوي طبعا هي ثلاثة رح تروح مع ثلاثة يبقى لنا X ناقص ثمانية زائد ثمانية تروح مع بعض يبقى X نكمل الآن لأننا حصلنا على X رح نوجد G تركيب F of X اللي هي G of F of X كم قيمة وش هي F of X اللي هي ثلاثة X زائد ثمانية تساوي نذهب إلى G اللي هي عبارة عن X ناقص ثمانية على ثلاثة نشيل الـ X على طول مباشرة ما نعوض فيها نشيلها نحط بدالها F اللي كتبناها هنا داخل القوصل لثلاثة X زائد ثمانية شلنا الـ X حطينا بدالها ثلاثة X زائد ثمانية وعندي هنا في البسط أيضا ناقص ثمانية جنب الـ X على ثلاثة طبعا لو شلنا الأقواس ثمانية رح تروح مع سالب ثمانية بصفر ثلاثة X تقسيم ثلاثة ثلاثة رح تروح مع ثلاثة يمكن عندي هنا ثلاثة X على ثلاثة ثلاثة بتروح مع ثلاثة يريد أن يتبقى لنا أيضاً X إذن F و G دالتان عكسيتان كلاً منهما للأخرى أيضاً في اختيار من متعدد أي المتباينات الآتية لها التمثيل البياني الظاهر في الشكل أدنى طبعاً هذا واضح أن التمثيل البياني المتباينة ليه؟ لأن فيه منطقة التي تمثل المتباينة نفسها تمثل المتباينة طيب كيف نعرف؟ أولاً لاحظوا هنا الدل الأم كانت عند الصفر انزاحة 1, 2, 3, 4 وحدات لليسار الإزاحة الأفقية يساراً نضيف الإزاحة الأفقية يميناً نطرح ننتبه إلى هذا الاختلاف طيب معناته أني داخل الجذر في X زائد أين اللي X زائد 4؟ هنا عندي X زائد 4 X زائد 4 طبعاً هنا X ناقص 4 X ناقص 4 هذه خلاص خيارين ملغيين طيب بتبقى لدينا هل هو أكبر أو يساوي؟ ولا أصغر أو يساوي؟ ما رأيكم؟ منطقة اللي تتمثل المتباينة تحت المتباينة؟ أو أعلى المتباينة؟ أحسنتم إذن تحت المتباينة معنات أنها أصغر أو يساوي معنات الحل الصحيح هو بكل سهولة أيضاً ممكن نأتي بطريقة ثانية بما أنه تحت المتباينة عندي أصغر معنات الأكبر كلها بلغيها اللي هي هذه أكبر وهذه أكبر طيب تبقى لدي خيارين هل هو زائد 4 ولا ناقص 4؟ يمين زي ما قلنا التحرك الأفقي يميناً نطرح يساراً نجمع الرأسي لا أعلى نجمع أسفل نطرح بسط كل مما يأتي عندنا ضرب اللي هو عبارات جذرية طبعاً راح نستخدم التوزيع 2 راح أضربها في 6 اللي هي 12 زائد 2 راح أضربها في 3 في سالب 3 في جذر 5 يعني بيكون عندي بدال الزائد راح يكون ناقص مباشرة 2 في 3 6 جذر 5 ثم جذر 5 راح أضربها في 6 أقول زائد جذر 5 في 6 اللي هي 6 جذر 5 ثم جذر 5 راح أضربها في سالب 3 ننتبه للسالب هذه إننا نضربها نأخذها الآن جذر 5 بضربها في اللي هو الحد الثاني بإشارته التي تسبقه لا نهملها طيب جذر 5 في سالب 3 جذر 5 راح يكون سالب طبعاً واحد في 3 ثلاثة وجذر 5 في جذر 5 الجذرين من نفس هنا جذر تربيعي تكرروا مرتين تربيعي تكرروا مرتين خلاص يطلع لداخل الجذر نبسط الآن راح يكون عندي 12 ناقص 6 هنا عندي ناقص 6 جذر 5 وعندي هنا زائد 6 جذر 5 وعندنا هنا ماذا؟ اللي هو طبعاً ناقص 6 جذر 5 راح أتمع زائد 6 جذر 5 تبقى لدينا سالب 3 في 5 اللي هو سالب 15 12 ناقص 15 راح يكون سالب 3 بسط كل من ما يأتي كيف أبسط هنا؟ كيف نبسط؟ هل فيه؟ مثلاً الآن الـ 12 تقبل القسم على 2 و2 تقبل القسم على 2 لكن هنا ما يقبل القسم على 2 فما نقسم ننتبه هنا أن ما نقسم لازم يكون اللي في البسط مع كل حد من حدود المقام يقبل على نفس القاسم اللي بنقسم عليه لكن ماذا سنعمل هنا؟ ما الذي يجب أن نعمله هنا أحسنتم؟ اللي هو أنطاق المقام يعني بيكون عندي هنا 12 على 2 ناقص جذر 3 أضربها في اللي هو المرافق اللي هو 2 زائد جذر 3 دائماً إذا شفنا في المقام جذراً ننطقه نلغيه من المقام طبعاً نلغيه بطرق يجوز أن نسويها مثل هنا طبعاً أنا ضربت في مرافق المقام للمقام مرافقه اللي هو نفس الحدين لكن إشارة الوسط تختلف السالب صير موجب والموجب سالب طب اللي سويتها في المقام أضرب نفسه فيه البسط ثم نبسط طبعاً 12 راح أوزعها 12 في 2 راح يكون 24 زائد 12 جذر 3 على تفقنا سابقاً مباشرةً عددين مرة مطروحين من بعض مرة مجموعين على بعض نفس العددين مرة بينهم جمع مرة بينهم طرح معنات أنها فرق بين مربعين يعني أربع الأول أربعة اثنين تربيع أربعة ثم أضع ناقص ثابتة وأربع العدد الثاني اللي هو جذر ثلاثة جذر ثلاثة في جذر ثلاثة وجذر ثلاثة تربيع بيعطيني ثلاثة في البسط طبعاً ما فيه ما أقدر أجمع 24 مع 12 جذر ثلاثة لأنه عندي 12 مضروبة في جذر ثلاثة فرح تنزل زي ما هي 24 زائد 12 رح تنزل مثل ما هي 24 زائد 12 جذر ثلاثة على أربع ناقص ثلاثة واحد يعني 24 زائد 12 جذر ثلاثة هو الناتج النهائي حل كل معادلة مما يأتي لدينا معادلة جذرية طبعاً واضح هنا عندي جذر في الطرف الأيمن وجذر في الطرف الأيسر ما فيه أعداد مطروحة أو مجموعة خارج الجذر أو عدد مضروب أو مقسوم خارج الجذر على طول مباشرة هل نحط الجذرين كلهم في طرف واحد لا طبعاً رح نربع الجذرين رح نربع الجذرين عفواً الطرفين رح نربع الطرفين يعني نرفع الطرف الأول للقوة الثنين نرفع الطرف الثاني للقوة الثنين القوة الثنين تلغي الجذر التربيعي والقوة الثنين تلغي الجذر التربيعي بيبقى لي هنا A زائد 12 يساوي 5A ناقص 4 A زائد 12 طبعاً هنا عندنا أبطرح 5A من الطرفين بيكون عندي هنا سالب 4A وأبطرح أيضاً 12 عشان تروح الـ 12 من هنا ويبقى لنا فقط المجاهيل ورح أطرح من هنا أيضاً 12 هنا A ناقص 5A سالب 4A 12 ناقص 12 0 يساوي 5A ناقص 5A 0 ناقص 4 ناقص 12 رح تكون ناقص 16 رح أقسم الطرفين على سالب 4 إذن A تساوي سالب تقسيم سالب موجب وفي 16 تقسيم 4 رح تكون 4 طبعاً هنا لازم نتحقق من صحة الحل عشان ما يكون عندنا حلاً دخيلاً هل 4 إذا عوضت عنها في بدالة A يعني هنا عندي جذر لو بضعت هنا A زائد 12 هل يساوي طبعاً المعادلة هذه جذر 5A ناقص 4 هل إذا شلت A في الطرف الأيسر وحطيت 4 زائد 12 رح يساوي لما أشيل A في الطرف الأيمن وحط بدالة 4 ناقص 4 5 في 4 ناقص 4 طبعاً 4 زائد 12 اللي هو جذر 16 هل يساوي جذر 5 في 24 ناقص 4 16 جذر 16 يساوي جذر 16 حتى لو ما جبنا قيمته جذرين نفس الدليل ونفس ما بداخل الجذر إذن A تساوي 4 هو حل المعادلة نحل المتباينة هنا طبعاً المتباينة أول شيء نأخذ اللي هو ماذا؟ نقول 4X ناقص 3 أكبر من أو يساوي الصفر لماذا؟ مثل ما شفنا حتى في حل المتباينات في اللي هو الآل الحاسب البيانية لازم ننتبه لماذا؟ للحلول لأنه ليست حل وحيد زي المعادلة حل وحيد وخلاص يحقق أصلاً رح يحقق ما بداخل الجذر تحققنا من ذلك أن حقق المعادلة ولا يخل ما بداخل الجذر لا المتباينة مشكلتها أنها حلها عبارة عن فترة فقد تكون هذه الفترة تخرج على أعداد لا يقبلها الجذر تحقق المتباينة يعني هي المفروضة أنها تحقق المتباينة لكن المشكلة لما ندخلها داخل الجذر يكون عدد غير معرف طيب فمعنات أننا رح نشرط شرط رح نحدد الفترة لكن بشرط أن 4x-3 أكبر أو يساوي صفر يعني 4x أكبر أو يساوي ثلاثة يعني x أكبر أو يساوي ثلاثة أربع هذا الشرط الأول نأتي للمتباينة نفسها اللي هو جذر 4x-3 أصغر من خمسة ونحلها مثل ما كنا نحلها من المرحلة المتوسطة طبعا هنا أول شيء في فرق ماذا؟ أننا رح نتخلص من الجذر التربيعي بتربيع الطرفين رح يكون عندي هنا 4x-3 أصغر من خمسة تربيع خمسة وعشرين الآن نحل المتباينة عادي 4x رح أجمع ثلاثة للطرفين يعني 4x أصغر من خمسة وعشرين زي الثلاثة اللي هو ثمانية وعشرين رح أقسم الطرفين على أربعة يعني x رح تكون أصغر من سبعة إذن عندي لو حطينا خط الأعداد أول شيء ثلاثة أرباع لأنها أصغر طبعا ويساوي يعني نضع دائرة مغلقة هذه ثلاثة أربع جميع القيم اللي أكبر من أو يساوي ثلاثة أربع تحقق الجذر أستطيع أني أخذ منها أي قيمة ودخلها داخل الجذر لكن هل هي تحقق طيب المتباينة؟ الجذر يقبلها لكن بشكل عام هل تحقق المتباينة؟ هل تجعل الطرف الأيسر أصغر من خمسة؟ نشوف طبعا عندنا x أصغر من سبعة يعني نجي للسبعة طبعا مفتوحة لأن ما عندنا أو يساوي ونأخذ القيم اللي أصغر منها هذه هنا السبعة تقاطع المنطقتين طبعا رح نأخذ الثلاثة أربع لكن من السبعة ما رح تدخل معنا تقاطع المنطقتين اللي هو بيكون x أصغر من سبعة أكبر أو يساوي ثلاثة أربع طبعا هذه من وين جت أكبر أو يساوي من شرط اللي هو الجذر نسميه شرط الجذر طبعا هذا زي ما قلنا لازم نسويه في الجذور اللي الدليل لها زوجيا مثل الجذور التربيعية طيب هذه هي الفترة اللي فيها حل اللي هي تحقق المتباينة نتحقق الآن نتحقق نأخذ نقسم اللي هو زي ما قسمنا اللي هو طبعا هنا بيكون عندي x أصغر من سبعة أكبر من أو يساوي ثلاثة أربع نقسم طبعا هنا عندي خط الأعداد تقسم ثلاث أقسام رح أخذ عدد من القسم الأول اللي هو صفر على طول لأنه أصغر من ثلاثة أربع وأسهل شيء في التعويض بين ثلاثة أربع وسبعة ممكن أختار خمسة مثلا ممكن أختار ثنين ممكن أختار واحد أسهل أيضا من خمسة أيضا في الفترة اللي هي بعد السبعة تأخذ مثلا x تساوي ثمانية طيب نأتي الآن للمتباينة هل جذر أربعة في صفر اللي هو أربعة ضرب صفر ناقص ثلاثة أصغر من خمسة أحط علامة استفهام أسأل نفسي هل هو أصغر من خمسة أربعة في صفر صفر ناقص ثلاثة سالب ثلاثة يعني جذر سالب ثلاثة غير معرف واضح أصلا أننا أخذنا عدد من الفترة اللي خارج القيم اللي يقبلها الجذر لكن نحن نجرب ونتحقق واضح الآن تحققنا أنه طلعنا عددا سالبا نتضحت لنا الفكرة الآن طيب الآن ناخذ x ساوي واحد هل أسأل نفسي هل جذر أربعة في واحد ناقص ثلاثة كلها تحت الجذر أصغر من خمسة أسأل نفسي السؤال وضع علامة استفهام أربعة في واحد أربعة ناقص ثلاثة واحد هل جذر واحد اللي هو واحد أصغر من خمسة هل جذر واحد اللي هو واحد أصغر من خمسة نعم بالفعل إذن بالفعل المنطقة اللي فيها الواحد هذه هي اللي تحقق الحل طيب نشوف المنطقة الثالثة اللي هو ثمانية هل جذر أربعة في ثمانية ناقص ثلاثة أصغر من خمسة أسأل نفسي سؤال أربعة في ثمانية اللي هي ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين ناقص ثمانية رح تكون تسعة وعشرين هل جذر تسعة وعشرين أصغر من خمسة بدون ما نجيب قيمة جذر 29 جذر 25 خمسة طيب لما نكبر ما بداخل الجذر بيكبر ما رح يصغر جذر 25 يساوي 5 إذن جذر 29 ليس أصغر من 5 إنما أكبر من 5 إذن لا يحقق المتباينة لاحظته هنا كيف هو من الأعداد الثمانية من الأعداد اللي تقبل من الأعداد اللي يقبلها الجذر لكنها لم تحقق المتباينة نحن نراعي الأعداد اللي يقبلها الجذر مع الأعداد اللي تحقق المتباينة نأخذ اللي هو التقاطع إذن هنا هل أصغر لا ليس بأصغر إذن جذر 29 ليس أصغر من 5 إذن هذه الفترة لا تحقق إذن الفترة اللي في المنتصف تحقق وننتبه أن إكس أصغر من 7 بدون مساواة لأنها نفس الإشارة التبايل المذكورة في السؤال عندنا في الاختبار التراكمي الآن اختر الإجابة الصحيحة في كل من ما يأتي يقدم محل خصم النسبة 20% على جميع لوازم التخيم ويملك بدر قسيمة خصم إضافية بقيمة 5 ريالات عند أي عملية شراء من المحل إذن عندنا خصم نسبة 20% وأيضا قسيمة حسم ب5 ريالات إذا استعمل بدر القسيمة بعد الخصم لشراء خيمة فأي الدوال الآثية يمكن أن تستعمل لإيجاد سعر خيمة سعرها الأصلي دي ريالا نحن لا نريد كم سيدفع أو متى سيكون الدفع أقل إذا استعمل الخصم أو اللي هو التخفيض قبل الخصم لا نريد اللي هي الدالة التي تعبر عن الموقف هو ماذا استعمل الآن بدر استعمل القسيمة بعد الخصم القسيمة قسيمة حسم إضافية بقيمة 5 ريالات طبعا هنا أول شيء أول شيء رح نقول لو سمينا مثلا القسيمة هي طبعا الدالة الأساسية رح نسميها بي طبعا أوف دي طيب لو سمينا الدالة الأولى اللي هي الحقة الخصم لو سميناها مثلا أوفوف دي تساوي هو رح يستعمل خصم قيمة 20 بالمئة على قيمة اللي هو المنتج اللي رح يشتريه يعني بيكون الدي رح أضربها في 20 على 100 هو رح يخصم رح نحن نخصم دي دي اللي هي السعر الأساسي رح أخصم منه 20 على 100 من قيمة الدي الدي اللي هي السعر الأساسي رح أخصم منه 20 بالمئة كم يتبقى من سعر السلعة 80 بالمئة اللي هي 80 من مئة يعني هنا بتكون تساوي دي ناقص 20 من مئة دي اللي رح تصير 1 ناقص 20 من مئة دي يعني 80 من مئة دي هذه الدالة الخصم اللي هو الخصم طيب دالة الحسم أو القسيمة دالة القسيمة لو سميناها مثلا جي أوف دي يعني قيمة المنتج بطرح منه 5 قيمة المنتج رح أطرح منه 5 هذه تساوي قيمة المنتج مطروحة منه 5 هذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية طيب هو استعمل من قبل من؟ يعني المسألة هنا فيها تركيب طيب بدر استعمل القسيمة القسيمة اللي هي جي بعد الخصم اللي هو العشرين بالمئة القسيمة بعد تركيب نعرف هنا التركيب جي بعد اف القسيمة بعد اف اف دي طيب لو سوينا التركيب هنا عشان نشوف الدالة الناتجة نسوي هنا تركيب ونشوف الدالة اللي بتنتج لي جي بعد اف يعني جي بعوض عنها بالدالة اف اف دي طيب اف اف دي وش قيمتها اصلا اللي هي ثمانين من مية ثمانين من مية دي طبعا احنا عرفنا الان ثمانين من مية من وين جت لان القيمة الاساسية اللي هي نعتبرها كأنها واحد صحيح قصمنا منها عشرين من مية طيب جي اعوض عن كل دي فيها بثمانين من مية دي ماذا تساوي اذهب الى جي اشيل دي احط بدالها ثمانين من مية دي ناقص خمسة وهي الدالة اللي تستعمل لإيجاد سعر الخيمة اللي سعرها دي ريالا اللي هي اي خيار بيكون لاحظوا هنا طبعا هي لم تكتب بصورة مباشرة لكن فيها ثمانين من مية معنات هذه اللي فيها عشرين من مية رح نستبعدها طيب لو جينا هنا وزعنا ثمانين من مية او ثمانية من عشرة ثمانية من عشرة دي زائد ثمانين من مية في خمسة لا نحن نريد ثمانين من مية او ثمانية من عشرة دي ناقص خمسة مباشرة لاحظ هنا ماذا ثمانين من مية او ثمانية من عشرة مضربة في دي ناقص خمسة في الخارج ما في توزيع هنا في الموضوع فمعنات هي الحل الصحيح طيب هنا ايضا في توزيع بس في طارح لكن خطأ صح في طارح زي اللي حنا نبحث عنه لكن في خطأ ليلا أني ثمانية من عشرة بضربها في الدي بعدين بضربها في الخمسة خطعنا نريد خمسة صافية إذا الحل الصحيح هو B حلنا الصحيح رح يكون B ما أبصد صورة للعبارة الجذر الثالث لسالب 27 B6C12 حنا نلاحظ هنا داخل الجذر ماذا نشوف قيمة سالبة هل يجوز نعم ليه لأن الدليل فردي الممتاز نجي نبسط الآن زي ما قلنا الجذر الثالث طبعا هنا نوزع الجذر نوزع الجذر يكون عندي الجذر الثالث لسالب 27 مضروف الجذر الثالث لB6 مضروف الجذر الثالث لC12 طبعا مثل ما عرفنا رح على طول عدد أضربح نفسه ثلاث مرات يعطي 27 وهو ثلاثة والسالم تطلع رح تكون سالم ثلاثة عدد أضربح نفسه ثلاث مرات يعطيني سالب 27 اللي هو سالب 3 سالب في سالب في سالب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة 27 ضرب بي أس 6 نقسم الأس على دليل الجذر رح تكون بي أس 2 سي أس 12 نقسم الأس على دليل الجذر رح يكون سي أس 4 طبعا رح يكون ما في أشياء تبسط مع بعض هذا هو الناتج اللي هو سالب 3 بتربيع سي أس 4 اللي هو فقرة بي أيضا طبعا العداد الموجبة لا هي سالبة لكن بي تربيع وليس بي تكعيب وسي أس 4 وليس سي أس 6 أي دوال الجذر التربيعي الآتي لها التمثيل البياني في الشكل المجاور هذه دالة وليست متباينة طبعا نفس الشيء هنا نلاحظ ماذا الدالة الرئيسية الأم كانت عند صفر وصفر بالنسبة لما بداخل الجذر تحركت كم؟ وحدة واحدة لليمين معنات طرح يعني ناقص واحد اكس ناقص واحد هذه هي الوحيدة اللي فيها اكس ناقص واحد طيب أيضا لو نبتغل نتأكد زيادة نلاحظ أنها نزلت واحد اثنين ثلاث وحدات للأسفل يعني أطرح ثلاثة أطرح ثلاثة فإذا بالفعل هي الخيار الصحيح اللي هو فقرة دي الواجب تسعة وعشرة صفحة ستة وستين وبذلك نكون انتهينا من حل اختبار الفصل والاختبار التراكمي للوحدة الرابعة شكرا جزيلا اعزائي الطلاب والطالبات